السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حبيبي الحلوين سنة ربعة وكل مرة معدنا مع كونكت ربعة. النهاردة هعمل على يونت وان وتو. ازئلة كتير ومتنوعة عليهم. اكل حاجات دي. اه النهاردة مع كونكت فور. اه كونكت العادي مش كونكت بلاس. انا ابتديت في يونت سري. اه اول درس بس. وحبيت اعمل بقى كاملة. اه يبقى الواحدة الاولى والتانية مع بعض. لان انا عملت مراجعة الواحدة الاولى لوحدها والتانية لوحدها. هنبتزي دلوقتي ندخل الوحدتين في بعض. عايز اقول لكم شكل الامدحان هيبقى عامل ازاي? هيبقى فيه سؤال صح وغلط? اه ممكن جملتين او تلت جمل. وهيبقى فيه سؤال اختيارات. وهيبقى فيه سؤال اكمل وهيدينا كلمات نختار منها. هيبقى مسلا قطعة. اه فيها تلت فراغات. تلت نقط. وهو ما يدينا مسلا اربع كلمات. اربع كلمات. فهو كده بيلغبطنا. لان احنا عايزين تلت كلمات. بس. اه في سؤال القطعة. والقطعة دي هتكون خارج المنهج لها حدا ما. ممكن يكون على موضوع اه. في المنهج بس ما تحور شوية. وده معتمد ان الولاد يعرفوا كمية كبيرة من الكلمات للأسف. اه وهيبقى على القطعة في اسئلة اختيارات. واسئلة بادوات استفهام. ودي اللي بتبقى صعبة. فلازم نعرف ادويات الاستفهام واستخدامها ايه? اه فيه تاني البراجراف. اه البراجراف ده ومبدئيا كده الولاد هيكتبوا تمنتاشر كلمة. طبعا التمنتاشر كلمة الصحيح. الحروف صحيحة وتكون الجملة في الجرامر صحيح. وطبعا في الولاد مش هيقدروا يستوعبوا ان هم يكتبوا تمنتاشر كلمة. اه هنكتب اربع جمل. هنكتب اربع جمل بس الصح والجملة متكونة صح. واحنا طبعا مدربين الولاد على الحاجات دي. وهكرر تاني الولاد لازم يتدربوا على الحاجات دي. تعالوا نبدأ المراجعة. الورق ده انا نزلته على الجروب مبارح وبصراحة انا ما كنتش هعمله فيديو. انا منزله من غير حل بس لقيت ناس كتير عايزين الحل فكررت احل معيكو على آآ القناة. طيب فيه كده سؤال يعني آآ احتمال بسيط ان هو يجي في الامتحان فهنشوف. اللي هو طلع الكلمة المختلفة. احنا بس هنعمل على الكلمة المختلفة. نمبر وان آآ جافنرات ساينتيست فارمر داكتر. ساينتيست عالم وفلاح ودكتور يبقى دي محافظة هي دي اللي هتطلع برة نعمل عليها سيركل. نمبر تو ريبانت ريكلين ماك ريدو دي افعال بدء بار اي افعال بدء بار اي معناها بيعمل تاني يعني هنا يعيد دهان يعيد تنظيف يعيد فعل ودي ماك يصنع من غير ار اي يبقى سيركل. كل دي اجزاء في الجهاز الهضمي بس ده فعل بمعنى يهضم احنا هنخرجوا برة لانه فعل والباقي اسماء ولازم الولاد يعرفوا يفرقوا بين الفعل والاسم والحاجات دي يا جماعة مهمة جدا لازم الولاد يكونوا عارفينها. جميل مفيد قبيح كلها صفات معادة ايجل اللي هو نسر وده اسم طائر. فانيك فاكس ده تعالى بالفنك وده حيوان. نسر بجعة. بارد طائر طب احنا هنعمل ايه بقى? ما يدي لغبطة. تمهو الباليكان طائر بارد والايجل بارد وده اصلا بارد يبقى تلاتة طيور مفيش غير الفانك هو اللي حيوان. سيكس وانج فازر جناح ريش بيك منقار سناك تعبان يبقى تلات حاجات دي اجزاء في جسم الباردس في الطيور معادة السناك. فهو تعبان. عرفتوا جماعة بنطلع الاسم المختلف ازاي? او الفعل المختلف ازاي? نركز شوية وده كله معتمد على حفزنا للكلمات ودراستنا للمنهج للأسف. والله انا بحل معيك وصعبان علي الولاد جدا في سنة رابعة. بس انا غزب عني. اه منهج ولازم يتشرح. يأكل ينضغ معده يشرب. يبقى احنا عندنا واتشو 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 واتشو. هيا نون. اس يطلع برا. كروكوديل تمساح ليزورد سحلية سناك تعبان عن كبوت. طيب احنا برضو هنطلغبط هنا. بس لو فكرنا شوية هنلاقي هو الوحيد. حشرة. والتلات حاجات دي زواحف. بتسحف. من الزواحف. انا جايبه لكم حاجات ممكن تلغبط شوية بس يعني ما هو ممكن برضو في الامتحان يجيبوا لنا الحاجات دي. نومبر ناين وانتر شتا مي شهر مايو. اه الصيف. فال الخريف. يبقى وانتر وصامر وفال دي سيزونز. في هو شهر من شهور السنة. هو احنا اخدنا الحاجات دي يا ميزدعاء. لأ. بس احنا اخدناها لو تفتكروا في درس اه ستاب ايجل اللي هو نصر السهول لما كان كان بيهاجر من اوروبا لا افريقيا في الشتا. هاي دي بقى يعني اللف اللي هما بيقولوا عليه فاحنا انت درست الشتا يا حبيبي فاحنا هنجيبهو لك. طيب. اه خطير. اه مخيف. قبيح. جميل. هناخد هنا ايه? كلها صفات. فاحنا هنعمل ايه في المسيبة دي? لا خالص. احنا اخدنا قبل كده في درس المقارنات في صفات طويلة في صفات وسيارة. ودانجرس من الصفات الطويلة هتخرج برا لان الباقي تلاتة دول واغلي وكيوت دي صفات وسيارة. اليفن وارم دافئ فاستر اسرع تولر اطول كالدر ابرد. طيب دي برضو صفات هنعمل فيها ايه? ده جرامر من درس المقارنات كل الصفات دي اخرها للمقارنة بين اتنين وانا شرحته قبل كده معده صفة عادية مش اخرها يلعب يهدم يأكل يخلط دي كلها افعال طب احنا برضو هنعمل ايه? وانت جايات لغبطينا? انا مش بلغبطكو ده يا حبيبي. فعل مصدر مدارع بسيط اخر و اس يبقى يطلع برا. ده كده اول نوع من الاسئلة مع بعض. طيب هي المراجعة ثمان ورقات فالفيديو معلش ممكن يطول شوية بس استحملوا بقى معي. سؤال الاختيارات. ومش لازم يجي لك فانك فاكس فانت عارف فانك فهو خلاص فانك فاكس. الهيبو ايه? اكتر من الفانك. مدام في زين في درس المقارنات واحنا مغمضين هناخد الصفة اللي اخرها يبقى هافيور زين اتقل من الفانك فاكس. الكاك ايه? الاز من العيش. هتكون اكتر لزيزة. دي من الصفات الطويلة لما نيجي نقارن بين اتنين مع الصفات الطويلة هنحط مور قبل الصفة او لس. وبعدين زين. والجرامر ده انا شرحته. يبقى مور دلاشز. اكتر لزيزة من العيش. سناكس. التعبين ار ليزرد. دي برضو مقارنة. التعبين وي السحالي. في ايه? بدل في اتنين. الاسم الاول والاسم التاني مقارنة بين اتنين. يبقى هنحط في الصفة اي ار وبعدين زين. يبقى ار لانجر زين. نومبر فور. زيجو. هاز وان هو النصر يملك. فعل هاز و هاف بمعنى يملك. هاف هيجي مع اي وزي ووي ويو. وهاز هيجي مع شي ويه وات. النصر عنده وان اي. وان فر. فروة واحدة. وان بيك. منقر واحد. وان كلاو. مخلب واحد هو عنده وان بيك. منقر واحد. زا مين اللي بتهدم الطعام يا حلوين? وطبعا احنا لازم نشوف كل واحد من دول بيعمل ايه او وظيفته ايه? يبقى هي ستعمك بتهدم الطعام. نومبر سيكس. الحسنة. وكان فيه درس كامل عن الحسنة واهم الحاجات اللي بيتميزهم وبياكلوا ايه وبيشربوا ايه? انا شرحت كل ده. احنا خدنا ان الجمل متفوق على الهورس في كل حاجة في كل حاجة ما عادة. الهورس اسرع من الكامل يبقى فاستر. اسرع من. التكملة اللي اختيرت. زفر هاز. الدب عنده. بال. كفوف. وانجلس اجنحة. فيزرز. ريش عنده بال. ايه ايت. بيش بال. باكل خضروات. ايه اكسرسايز. ودا الجرامر بتاع انت وبات. بات بتيجي بين جملتين بينهم عكس. اه تناقض جملتين عكس بعض ودايما بيبقى بعدها نفس او بيبقى شي كاما هنا. لكن بتربط بين جملتين بينهم نفس المعنى او نفس الفكرة. فانا هقول ايه ايت فيشتبال اند اكسرسايز. يبقى انا هلسي. انا باكل خضروات وباتمرن. ناين. باستخدم جهازنا التنفسي وان وي لما ايه? نفكر. نفكر. ايت. ناكل. بريز. نتنفس. يبقى لما بنتنفس. ذا. فود. ايه. الطعام. ايه. دلاشز. لزيز. لاتل بمعنى قليل وبات بمعنى سيء. احنا بنتناول. فعلا هاف بيجي بمعنى نتناول او نملك. نملك لو بعديه شيء مملوك لنا. او هاف لو بعديه اكلة او شرب. مالز ادي. وجبات. اللي هاي الفطار والغدا والعشاء. يبقى كم مالز ادي في اليوم. بناخد تلاتة. الفراق عشان نحصل على اللحمة. يبقى احنا الورقة في التشوز. وبعدين هندخل على نوع تانى من الاسئلة. التمسيح اكتر خطورة. ودي صفة طويلة. قبليها مور. لازم بعديها زين. للمقارنة بين اسمي الكروكوديل وفيش. اكتر خطورة من السمك. اكتر خطورة من السمك. اكتر خطورة من السمك. اكتر خطورة من السمك. الكامل الجمال ملها للصحرة. مناسبة للصحرة. بننضغ الطعام بسننة. اكيد مش نازس بالمناخير. اكيد مش لانجس بالرقتين. هيا تيس. مين اللي بيبدأ من الفم وبيصل الى المعدة فهو المريء. بعد كده دي قطعة. وبعدين جاوب. اي دي قطعة. مش من المنهج. انا كتبة الورق على ايدي. ما تبعتوش. هنقرأ مع بعض القطعة وهنترجمها. هي قطعة بسيطة جدا. بس معتمدة على فهم الكلمات والجرامر. وبعد كده في choose. هناخده من القطعة بعد ما نقرأها. وبعد كده answer. هنجاوب سؤالين واحد why. والتاني how. صحيحة سيطرة جدا. أêtreم ماريا اسمي ماريا. اُممان يريد 4 انا في سانة رباة تديئي. اي جات في球 circulating كل يوم. احب غارب النارسلة كل يومونو. احب الغارب الكلمات والرياضة. يومين البخ و النش بال adventures with Matter. احب أهل بسيطة ´باباكي我 هو Enf microphone. My mother is a teacher, Monty مدرسة. I love them very much. بحبهم جدا. I go to school by pass. بروح المدرسة بالباس. My house is far from the school. بيتي بعيد عن المدرسة. My school is clean and big. مدرسة نظيفة وكبيرة. My teachers are kind and helpful. المدرسين بتوعي طيبين ومتعاونين. All the teachers, كل المدرسين love me, بيحبوني because I'm clever and polite. عشان أنا زكية ومؤدبة. ماريوم هنا بتتكلم عن نفسها. أول حاجة تشوز. ماريوم likes a and math. وفي القطعة بتقول I like English and math. يبقى كل حاجة هنطلعها من القطعة يبقى English. ماريوم's father ودي إس الملكية بتاعة ماريوم. يبقى بابا ماريوم. is a former doctor teacher. والقطعة كانت مكتوبة my father is a doctor. يبقى هو doctor. why do teachers السؤال التاني اللي هو عبارة عن أسئلة بدقة بأداة استفهام. why يعني لماذا؟ وأول ما نلاقي كلمة why نروح طالعين على طول على القطعة وندور على كلمة because. عشان لو ما لقناش كلمة because معنى كده إن السؤال هيبقى أصعب كتير ومعتمد على الفهم أكتر. بس أنا مسهلاكو مسهلاكو الدنيا على قد ما أقدر يعني. why do teachers love maryum? ليه المدرسين بيحبوا ماريوم؟ ما هي ماريوم كتبة في الآخر. because I'm clever and polite. فاحنا بقى مش هنقول I am يا احنا مش هناخد بالنص. لا احنا هنشيل I am وهنكتب she is clever and polite. عشان احنا هنتكلم عن ماريوم. هنقول because لازم because. because أول السؤال ما يبدأ في why لازم نقول because. because طيب لو because صعبة على الولاد ودي صعبة جدا فممكن نقول to. دي او دي صح. اوكي؟ طيب السؤال التاني how does maryum got to school? how كيفة؟ اول ما تيجي في السؤال مع جو يبقى احنا عايزين على طول وسيلة مواصلات. بتروح المدرسة ازاي؟ فهي قالت هنا bypass. bypass طب احنا هنجاوب ازاي؟ عشان ماريوم في القطعة قالت I go. وإحنا مش عايزين نقول I go. احنا هنتكلم على ماريوم. في الحالة دي هنقول she goes by past. اوكي؟ ده كده سؤال عن القطعة. فأكيد مش دي القطعة اللي هتيجي يعني. بس أنا بديكم example اللي هيجي. ريق الرانج السؤال رتب ده معتمد على دراستنا للمنهج وتكوين الجملة. الجملة بتتكون ازاي؟ ومعتمد على الجرامر بشكل كبير. ملك أز كاملز بلاشز. أنا دايما وانا بشرح للولاد معايا في الريق الرانج. دايما نقول لهم اقروا الجملة وهي ملغبطة. ترجموا الكلمات وهي متلغبطة. فاوتوماتيك عقلكو هيترجم وانتو تقروا. هنبدأ بالكلمة اللي تحتها خط وهي camels number one دي اس الملكية لكن في الجامعة احنا بنحدف الابوستروف شوية بعد الاس. يبقى camels milk as the lashes يبقى لبن الجمال لذيذ ودي خدناها في درس الكاملز. what يبقى دا سؤال بدأ بأداة استفهام واخره بعلامة استفهام. what male على طول ما الوجبة وبعد كده لازم فعل مساعد اللي هو are what male are they having. انا مرتباها اصلا الوجبة اللي هيتناولوها. وقعد التكوين السؤال برضو المفروض نكون شرحانها الولاد ودي مهمة جدا. بعد كده faster مدام في صفة er يبقى دي على طول قاعدة قاعدة المقارنة بين اتنين. فيه horses وفيه camels يبقى القاعدة بتقول الاسم الاولاني وبعد كده iso or على حسب دا جامع او مفرد وبعدين الصفة اخرها er وzan والاسم التاني. احنا هنبدأ بhorses لان هي تحتيها خط او بدأ بحرف capital على حسب ما هيجيب. يبقى horses are faster than camel. الحصنة اسرع من الجمال. بعد كده crocodiles التمسيح. huge ضخم crocodiles تمسيح verb يكون verb توكي اهو scary and يبقى crocodiles number one مدام في and وقول بقى ابدأ بأي صفة انت عايزة. بس لازم verb توكي مدام محطوطة التمسيح تكون عشان احنا بنكون الجملة ازاي الجملة بتتكون بنبدأ بالsubject وبعدين الverb. الsubject ايا كان هو ايه شخص جماد حيوان وبعدين الverb ايا كان هو ايه verb عادي ولا verb اخر اس ولا verb توكي لان ام و از و ار فهي افعال. او فربي توهاب هاف و هاس كل دي افعال. يبقى crocodiles are تكون اي صفة بقى scary and huge تكون مخيفة و ضخمة. are دفع ليكون perfect ممتازة او مناسبة camels الجمال ديزورت الصحرة for حرف جر زا. هنبدأ بالcamels الجمال و ادي السبجكت اللي هو الفاعل بعد كده نيجي ندور على الفعل و ده في تكوين الجملة مش السؤال. هنتدور على الفعل فين اللي هو or camels or ادي number two or ايه الجمال بتكون ايه perfect مناسبة لي for the desert للصحرة. our دي صفة ملكية حاجة تخصينا. please يتنفس nose and we احنا throw من خلال. يبقى we ادي السبجكت. فين الفيرب يا حلوين؟ ندور على الفيرب هنلاقينا بنتنفس. please. يبقى we please throw من خلال our nose من مناخرنا. around انا نسيت احط بقى خطة هنا هيبقى كده. around حول the heart القلب pumps the body gest pumps يوزع و يضخ. with the body gest blood. يبقى the heart the subject الفاعل. فين الفاعل? pompous يضخ. وبعدين ال object فين المفعول بيه يبقى heart pompous blood الدم around حول the body gest. نيجي بقى للسؤال اللي انا ايه؟ يعني يعني بشفق على الولاد والله. look and write paragraph. look معنى هنا ان فيه احتمال يجيب لنا صورة واحنا نكتب عنها بس انا طبعا يعني مش عارف هارسين كويس بما اني كتب على ايدي. طيب او الاحتمال اللطيف الزريف الزريف اللي هو يجيب لنا شوية كلمات. واحنا نكون جمل. 18 كلمة هنعرف نكون 18 كلمة يبقى ابرابه علينا. مش هنعرف نكتب اربع جمل بقى باختصار وخلاص. طيب فوتبال دي كرة القدم. ده اللاسق الطبي البلاستور. معنى كده ان احنا بنتكلم على مشكلة صحية بتقابلنا وهي التواء الفوت. فاحنا ممكن نقول اول جملة. هنقول ايه بقى مثلا. اخويا رجلي اطلوت. وان عندما هي تلايز لما كان بيلعب فوت. لما كان بيلا عب فوت بول خلاص طعب بعد كده هقول ايه انا لبست الغلافز اي put on the gloves انا ارتديت الغلاف اي put on the gloves انا هلبس القوانسي وانعارفة ان احنا كنا منلبس القوانسي لما يكون عندنا سكراب بس هو كان بيلعب فوت بول يعني في تروب وهناعمل ايه and press a bag of eyes on his foot وهضغط بكيس تلقى على رجلو then بعد كده i put a pand add في حالة السبرين في الالتواء الباند ايد هنا بمعنى لاثق طبي او بمعنى اللي هو الروباط اللي باللف بيه السبرين الالتواء وكده الموضوع خلاص طيب بعد كده strong carry strong قاوي carry يشيل large flat اللي هي large flat feet اللي هي الاقدام المسطحة العريضة desert camels يبا احنا هنا بنتكلم عن camels انا كتبه لكم camels ليه؟ هو مش هاجبه بس عشان مفيش صورة فانا بديكم اشارة ان احنا هنتكلم عن camels طيب اول حاجة لو حبينا نقول نستخدم بقى جملة جملة ان الجمال قوية حيوانات قوية فهنقول و لازم نتكون جملة صح الجمال تكون الجمال حيوانات قوية ونعمل كده عشان ما ناخدهاش تاني طيب تعالوا نقول انها بتملك اقدام عريضة مسطحة مسطحة camels have تملك عشان جمع هنستخدم have مش haz يبقى large flat feet 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 اوكي طيب بعد كده هنقول ايه ان ممكن نقول ان الجمال نضيف بقى جملة من عندنا نضيف انها تقدر تعيش من غير مية كامل وده عندنا فعلا في در الجمال can live without water water for long time لمدة طويل اوكي تعالوا ناخد بقى verb carry اللي هو يشيل فممكن نقول camels carry بتحمل سنقس الاشياء in the desert في السحرة وكده ثاني براجراف خلص بعد كده عندنا براجراف مناطق مفتوحة ارانب اناس اكبر ايجل الناس معنى كده ان البراجراف ده عن الايجل وطبعا انا برضو بديكوا اي اشارة لان انا مش رسمة الناس طيب يبقى كده معلومات عن الايجل فهناخد مثلا number one هنقول هو بياكل ايه wrapped يبقى eagle eats wrapped بياكل الارانب eats حطينا اس عشان الايجل هنا مفرد ولازم يبقى صح طيب خلاص دي خدناه number two تعالوا نقول هو بياكل هنبيعيش فيه اه مناطق مفتوحة eagle thieves and a pig open areas فيه مناطق كبيرة مفتوحة يبقى احنا خدنا z دي تعالوا نقول ان هنستخدم الفيميل و المال طيب هنقول مثلا ان الفيميل اكبر من المال الفيميل هنقول هنقول عنده اجنحة طويلة eagle have عند هاز بقى عشان هو مفرد هاز long wings عنده اجنحة طويلة و كده eagle خلص انا كنت نزلت البراجراف عن الكلام ده قبل كده طيب complete اكمل خمس جمل بس فيه كلمات هناخد منها digest يهدم grow يزرع pompous يضخ او يوزع flat مسطحة thick سنيك we water melon in Egypt البطيخ في مصر احنا بنعمل ايه؟ يبقى grow يبقى دين number one grow camels have a large feet هول جمال عندها عندها flat دين number two phanic fox has a fur والفانيك فاكس عنده ايه؟ الفر وبتاعه عامل ازاي؟ sick يبقى z number three يعني سميك gastric juice العصارة الهضمية food بتعمل ايه؟ يبقى اكيد بتهدم digestive justice بعد كده اخر واحدة the heart the blood بيعمل the blood the blood وزع الدم كده حبيب الحلوين كده الفيديو خلص والمراجعة خلصت على الوحدة الاولى والتانية لو عجبكم الفيديو ياريت لايك ولسا مشتركش ياريت يشترك عشان الفيديوهات الجديدة ياريت المراجعة تكون فادتكو واستنوني بقى الفيديو اللي جاي لسنة رابعة هشرح الدرس التاني في الوحدة التالتة ان شاء الله يلا باي باي abile موسيقى موسيقى شكرا